إلى ذلك أكد رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمن للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن براءة الحزب من الفشل الإداري الذي عانت منه عدن طيلة السنوات الماضية الثلاث بعد تحرير المدينة من أيدي الانقلابيين وقال حيدان للصحوة نت معلقا على تقارن نشرت حول خارطة الوظائف الإدارية بمحافظة عدن إنها تبعث برسالة واضحة أن الإصلاح بريء من الفشل الإداري طيلة ثلاث سنوات ووضح حيدان أنه من حق الإصلاح أن يكون في شراكة مع غيره في بناء محافظة عدن وإدارتها مؤكدا بأن سياسة الإقصاء التي تمارس ضد الإصلاح أصبحت مرفوضة وقال حيدان إن الوطن يقتضي شراكة الجميع في بنائه متسائلا عن أسباب الإقصاء الواضح لقوى سياسية حية وفاعلة في المجتمع اشتركوا في القناة